انا عايزة مفهوم الكره يعني ايه يا سارة انا بكره حد انا بكره اقول ترجمي هالي كده هي فكرة الكره غالبا غالبا بتبقى غضب مش كره بالذات لما يبقى تجاه حد انا اصلا بحبه يعني غالبا لما حد يقول انا بكره امي او انا بكره ابوي ده بيعبر عن انه عنده غضب تجاه هذا الشخص وسعية الغضب بيكون غضب حقيقي ولا جدا ما تعني ليه حق فيه ومنطقي وسعية الغضب بيكون مبني على اسس مش مزبوطة يعني هي بتكره اخواتها طب ايش افيتهم اصلا اشتكرهم لعدهم 3-4 سنين ما هي بالنسبة لها في مخها اخواتها دول اللي امها سبتها عشان خطرهم ودلعين اكتر مني او اخترتهم بدلها واخواتها دول اللي حظوهم حلو عندهم اسرة متكاملة واب وام بياخدوا بالهم منها فهي شايفة ان هي اللي تثابت واخواتها دول هما اللي واخدين الحب كله مع انه وارد انا برضو زي ما قلت قولي كل الاحتمالات عشان هي زمانها بتتفرج علينا وبتسمع كل الاحتمالات انا بقولك زي ما قلت في اول القصة انا كل اللي انا بقوله ده انتباعي وارد يكون فيه حاجات مش بالزبط يعني اكيرت لكن انتباعي انا انه هي لو كانت ما عميتش الريزستنس الفوضيع ده تجاه ان امها تتجوز ممكن انتش قومت وقوحت وكلمت وواها بزبطة ممكن جبتا هي تبقى جزء من هذه الاسرة برضو قصة ان اختيار بقى امها كان صحة كان غالط دي برضو حاجة ما نقدرش نتأكد يعني ممكن يكون الراجل فعلا مش كويس ما اعرفش ما كنت اسألك السؤال لا لا انا بقى عايز اسأل حاجة برا من منهج واخش منها عن منهج هل لما انا باجي اتجوز زمتي المالية وزمته المالية واحدة لا ليه ده الطبيعي في اي جوازة فلوسي فلوسي وفلوسه فلوسنا اه انا اعرف كده انا تقالي كده فلوسي هقولك حاجة لا فلوسي فلوسي وفلوسه فلوسه لا فلوسنا بس كل واحد مسئول عن حاجات مختلفة فهي فلوسه اه بس هو مسئول عن انه يصرف عليه وعلى البيت وكده وفلوسي فلوسي انا مش مسئولة بس انا ممكن لو انا عايزة حشارك يعني وهو مش مسئولة عن الهدايا اللي انا حددها في مناسباتي لا فلوسه من فلوسه لأ معقولة سويني هو مسئول انه هو يعني لو هدايا يبقى هو اللي حددها مش انا انا هحدد انا اللي عايزة هادة ايو هو البيتذي يعني كمان ما يفعش اختار الهدية دعيمه لو هو عايز يعني لو هو اداني الابشن ده يبقى امازاج ودعيد ميلادي وعيد جوازنا ومش عارف انت 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 تختارلي ممكن يختارلك بجيت ممكن يختار يعني او كده ماشي بجيت عشان مال او ممكن يقول لك خلاص انتي تمام يعني كل في الاخر مين اللي تعب واجب هذه الفلوس هو بس كل واحد ليه زم مالية مختلفة كل واحد ليه زم مالية هل لما هو بقى خد الفلوس بتاعت ردوة زي ما هي بتقول لما متك بتحوشها لها ده حق من حقوقه حتى لو كان يسرفهم في البيت لأ هو مش حق من حقوقه طبعا لكن زي ما بقولك هل هي عرفت منين طيب هل هي عايشة مال زي كانت هي مقاطعة مامتها هي جت تسأل مامتها فين الفلوس فاستنتيجت طبعا انه واحد مامتها قالت لها اصلي جوزي النصاب خد الفلوس بتاعتك لأ طبعا قلت لها فلوسك اتصرفت فهي راح ترجم لها انه اكيد الفلوس دي راح تنك وهو اصلا سمعيته وحشة زي ما احنا عرفنا يعني ما هي بقى القصة بتاعت سمعيته الوحشة وانه نصاب وانه اخد فلوس القصة دي كلها لو هي حقيقية يبقى الام مسؤولة انها ضيعت فلوس بنتها ويبقى فيه خطأ واقع على الام لو هي مش حقيقية يبقى ممكن جدا تكون مجرد تكهنات او مجرد لاني مش حابة الراجل وخايفة منه وحاسة انه هياخد امي فمصدقة عنه هل النصاب بيخلف عيل في التاني؟ لا وبعدين هو وبيبقى ستيبل حياة ستيبل ست سنين؟ هي فاكرة ان الحياة ستيبل بقى لها ست سنين وان الست لسه عايشة معاه وعندها منه اولاد وانه الست دي كانت ام كويسة جدا للبنتها على مدى 19 سنة فيه حاجة مش ركبة انه مرة واحدة تتحول وتسيب وينصب عليها وياخد فلوس بنتها وتفضل عايشة معاه وتخلف منه واحد واثنين فيه حاجة مش ركبة اشتركوا في القناة